بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي اليوم مع أحد قالت جيش محمد السلام عليكم عليكم السلام محمد أخي الكريم ماذا تود أن تحدثنا اليوم عن الأوضاع الحالية في مدينة دير الزور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخي الكريم الأوضاع في مدينة دير الزور إن شاء الله تسيروا على الأفضل ولكن نحن في جيش محمد بالنسبة لي كقائد الميداني لجيش محمد في مدينة دير الزور أدعو جميع عناصر جيش محمد في الريف أن يدخل المدينة ويدخل حي الصناعة لنقوم بتحريرهم بالكامل إن شاء الله مع بغية الأحلام الأخرى وهي المدينة تعيش أفضلية بالوقت الحالي أفضل من ما عليه قبل ولكن سريد من العناصر المغاتلين بجيش الحر والثوار أن يدخلوا هذه المدينة لنقوم بتحريرها بالكامل بعون الله تعالى إن شاء الله نشكرك أخي الكريم الله إزاك الخير